تأخذ قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني منحا جديدا اضطلبت الخارجية الروسية توضيحات من السلطة الألمانية بشأن حالته الصحية الخارجية الروسية قالت إنها أعدت طلبا لبرلين للمشاركة في التحقيقات بشأن ملابسات الحالة الصحية للمعارض الروسي بعد تقارير عن إفاقة نافالني من الغيبوبة من مصلحة أصدقائنا الألمان الدفاع عن سمعتهم وتزويدنا بكل المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تلقي الضوء بطريقة ما على اتهاماتهم لروسيا والتي لا أساس لها حتى الآن يأتي هذا بعد أن قالت موسكو إن الشرطة الروسية تتبعت تحركات نافالني قبيل شعوره بوعكة صحية خلال وجوده في سيبيريا الخارجية الروسية أكدت أن الشرطة استجوبت خمسة من بين ستة أشخاص قالت إنهم رافقوا نافالني عندما شعر بالتعب موسكو أوضحت أنها تبحث عن شاهدة سادسة مقيمة في المملكة المتحدة سافرت إلى ألمانيا في أغسطس الماضي كان قد تم نقل المعارض الروسي جوا إلى المستشفى في ألمانيا الشهر الماضي وتقول برلين إن التحاليل أثبتت أن نافالني تعرض لمحاولة لتسميمه بغاز الأعصاب السام نوفيتشوك خلال وجوده في روسيا وهو ما تنفيه السلطات الروسية وتشير تقارير إلى أن الطلب الروسي للمشاركة في التحقيقات لن يحظى بموافقة من الجانب الألماني إذ تتهم ألمانيا وعدد من الدول الغربية روسيا بالوقوف وراء تسميم زعيم المعارضة الروسية وهي الفرضية التي ذهب إليها أيضا وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبايو مشيرا إلى أن هناك أمرا بهذا الشأن صدر من مسؤولين كبار في موسكو ترجمة نانسي قنقر